لك في السؤال عزيزي تضع شيء الله يخليك فيما يخص المتظاهرين اليوم التظاهر حق سلمي كفيل الدكتور الدستور معذرتين بصورة مباشرة حقيقة بس أنا أسأل في السؤال ذول المتظاهرين هم أصوات مسروقة لو معترضين على نتائج الانتخابات لو يردون في التغيير في شيء أو يردون يعني أعادة النظام العدو الفرز إلى نظام البايومترا إلى النظام اليدوي أستاذنا العزيزة وشيخنا مادري الأستاذة والشيخ تكلم جناب الشيخ كل هذه التي تحدثت بها لا تغير أصل الموضوع كون مواطن يعتقد أنه حصل خرق بالعملية الانتخابية وسرقة أصوات يظهر مواطن يدعو إلى تصحيح العملية الانتخابية عدد شكوك كل هذه مواطن بالنتيجة يستحق أن يعرف الحقيقة ويستحق أن يكون لدور واقعي في صناعة المستقبل ويستحق أن الدولة العاملة السؤال الشيخ بالطبع السؤال شوية بعلامات استفهام كثيرة يعني ربما كان يقصد أشياء كثيرة شون تقصد بها؟ والله دكتورا أنت لا تتفهم 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 أخذتك الحسيني الله يخليه ست تلات حد شيني قوة أنا ما عندش كالية حقيقة فسألت فسأل بس أنت ما نقدرش يعني أنا قلتها للسابق أنا قلت لش ثلاثة ما يرساها للتاريخ هذا راجد الحمزة وهدف هونس محمود 2007 وهي فالح حسيني فسألت تلات حد شيني تتخليني أقول ذلك الموضوع أنا سألت الدكتور سؤال ووجهة قلت قلت لدكتورنا العزيز فيما يخص المتظاهرين الموجودين حاليا أبنائنا وعلى روسنا وحياهم الله هم مشكورين والتظاهر كفلة الدستور وكفلة كل العملية الديمقراطية شنو الاعتراض ما لك أنا أسأل لا ما معترض أنا أقول لماذا تسأل هذا السور ستأموا معترضين معترضين على شنو أرد أعرف يردون بس يردون العد اليدوي بس هذا بس من البوياموتري إلى العد اليدوي فس هذا أسأل الدكتور يعني خلق بس يردون عد اليدوي المتظاهرين بالطبع معلن هذا الهدف هذا معلن وواضح لجميع الناس هو كان يقصد الشيخ خلف الكواليس يعني أو يبما يقصد أنه هذه جهات سياسية دافعة بالمتظاهرين حتى تطلب هذه الطلبات لا أنا رجاء ستنا العزيز أنا رجائي من الشيخ ومن جميع الأخوان لا يروحون بالاتجاه المؤامرة يعني إحنا متعرضين المؤامرة يتصورون نحنا جاء نسوي المؤامرة لا يقول شي يعني هذه الطريقة لا 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 يعني من تروحون للديوان شيخنا ويجي بالفصل هيتحشوها مون هيتحشوها علينا بالتلفزيون رحم الله والديك لا دكتور بالعكس اليوم لا لا الدكتور اليوم الكل ما سؤل عن البلد شيخ العشيرة وانت حضرتك السياسي صحيح يعني يا سنتم تجعل ديوان دكتور العزيز جناب الشيخ إذا تزور لك أي ديوان من دواوين العراق العامرة ما نسمع من عندك نقول لك أنت سياسي ونسمع من عندك جناب الشيخ وعزيز وعزيز علينا الله يحب لك